أطلق وزراء مالية مجموعة جي خمسة وهي بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا مبادرة لتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال تنفذها شركات وهمية مشبوهة المجموعة التي التقت في العاصم الأمريكي واشنطن قالت أن المبادرة تهدف إلى الشفافية في المنفعة من الملكية اليوم اتفقنا على تشديد المطرق على أولئك الذين يتهربون من الضرائب بجكل غير قانوني ومن يخفون ثرواتهم في زوايا مظلمة من النظام المالي بريطانيا ستعمل مع الشركاء الرئيسيين في أوروبا لمعرفة من يملك الشركات السرية العاملة بالظل والثيقة التي استخدمت كقناوات لتهرب الضريبي وغسيل الأموال والاستفادة من الفساد من جهته أعلن الأمين العامل منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية خسي إن خلقوريا إن بانما قررت تبني المعايير العالمية للإقرار الضريبي إن كانت هذه هي الحالة وفعلت بانما ذلك كليا أعتقد أن هذه أخبار طيبة ونرحب بها وهي إيجابية وجيدة لقضية بانماليكس وكانت الشرطة البانامية دهمت مقرار شركة موساك فونسيكا قبل يومين وصادرت العشرات من الملفات الرقمية دون اعتقال أي شخص وتبحث الحكومة عن أدلة تثبت عدم قانونية نشاطات الشركة